دلوقتي هنروح لمدينة العالمين وبس مباشر عشان نتعرف على أجواء المهرجان من هناك وكل مرة بيكون أنا ورامي الحلواني في الستوديو في هذا الصباح هنا ولكن هذه المرة رامي الحلواني من مدينة العالمين الجديدة صباح الخير يا رامي صباح الخير عليك يا يارا وصباح الخير على مشاهدي أكسرا نيوز في كل مكان يعني حالة من البهجة حالة من السعادة عندي كلام كتير جدا يا رب بالوقتي كافي نقدر نقوله أول حاجة خالص عايزة أعلق عليها يارا في الموضوع اللي اتكلمتي فيه وتبرع الشركة المتحدة بالعائد بالكامل أوصاف العائد بالكامل لمبادرة حياة كريمة كانت يعني ده يرجع للإيمان بالدور الإعلامي الحقيقي والهدف السامي للمشاركة المجتمعية من الشركة المتحدة في مبادرة عظيمة زي مبادرة حياة كريمة صح وليلي يا يارا انت جوا عندك الأول عمل إيه في القاهرة عشان هحكي لك في الساحل عندنا إيه دلوقتي الدنيا يا ريت تبدأ تحكي انت يا رامي احنا محتاجين نعرف أكتر طيب حابتدي معيك على طول من السنوية العامة تمام هدين رامي انت الحيت تنسى جو القاهرة وحالة الفرحة اللي اكتسحت أنا ما صدقت أنسى جو القاهرة بصراحة لما جيت هنا بصراحة يعني ما مش حاتحك عليك يعني خاليني بجد أشاركك اللي شفت مبارح أنا وصلت مبارح تقريبا على الساعة اتنين ونص ثلاثة العصر أو الضهر يعني بحاجة بسيطة كان ساعتها بدأ المؤتمر الصحفي بتاع وزير التربية والتعليم للإعلان عن نتائج السنوية العامة ودخلت قعدت في كذا مكان ولفيت في كذا حتة بصراحة كان فيه فرحة يعني الفرحة اكتسحت العالمين والسحل الشمالي مبارح بالكامل تقريبا مع إعلان نتيجة السنوية العامة ما بين التجمعات العائلية في كل مكان هنا وصوت عبد الحليم حافظ زيارة كان موجود في كل مكان وحيات قلبي وأفرحه ما أقول لكيش كانت الدنيا عاملة ازاي يعني حقيقة بهجة وسعادة وإحنا في مهرجان العالمين وشعرنا هنا العالم عالمين مبارح الفرحة كانت فرحتين بفرحة الأهالي بأولادها وكل اللي نجحوا فيه السنوية العامة ودخلنا نقول لهم ألف مليون مبروك ويا رب كده مرحلة اللي جاية تبقى كلها نجاح وتقلق وتميز في المرحلة الدراسية الجامعية نرجع بقى للحفلات اللي هتكون موجودة معانا في مهرجان العالمين خلال الأسبوع ده تحديدا واللي بتبتدي إن شاء الله من يوم 3 أغسطس وحفلة كبيرة جدا طرابية خلينا نقول للنجم الكبير متحد صالح وكمان ريهام عبد الحكيم دي هتكون يوم 3 أغسطس كمان في حفلة منتظرة والكل بيتكلم عنها حتى السوشيال ميديا بدأ يعني يتدولها بشكل كبير جدا لسرعة الحكز فيها وهي حفلة الكنج محمد مونير وكمان العظيم والجميل حميد الشعيري ودي اللي هتكون يوم الجمعة 4 أغسطس زي ما ذكرتي يا يارا في حفلة تانية هتكون موجودة وبرضو العين عليها وفي الانتظار تمر عشور وملكة المسرح إليسا هتكون موجودة يوم 5 أغسطس من ضمن فعاليات مهرجان العالمين حالة كبيرة جدا يا يارا موجودة هنا بنرصدها وبنشوفها من ساعة ما وصلت لحد اللحظة دي يعني احنا موجودين هنا تقريبا من الساعة 7 الصبح لا الناس بقى ايه مروحة يعني احنا جايين نطلع النهاردة الهوى ونشتغل ونشوف الدنيا فيها ايه لا العالمين الناس كانت كتير جدا مروحة طريق شغال رايح جاي وبالحديث عن الطريق يارا خليني احكي تجربتي بقى بعيدا ان انا بقى موفد اكسترا وكلام ده كله طبعا حاجة على رأسي ولكن عندي حالة من الانبهار والابهار اللي شفتها في الطريق حالة العمران اللي موجودة حاجة في منتهى الجمال يعني الطرق مؤمنة طرق اتغيرت كماني روحي كتأمين امني جدا جدا يعني انا الحتة دي ما كنتش بعديها كان اخري اجي اتفرج اه اشوف العالمين واشوف الابراج من برة وحضرت حفلة اه ممكن السنة اللي فاتت طبعا الموسيقار عمر خيرت لكن الفكرة نفسها لا بقى في حياة حياة كاملة حياة كاملة المرافق حياة فيها عمران جامعة العالمين يعني انا مش عايز اعيد وازيد في كلام رصدوه زميلنا في اكسترا نيوز من خلال تواجدهم هنا في العالمين واقول اكتر واكتر بس فعلا بجد الصورة على ارض الواقع لا مدينة مدينة حقيقية منتظرة اهلها يجوا ينوروها بشكل كبير جدا 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 يعني رمي لا في كل حاجة عمرات بيوت جامعة الفعاليات كمان شركات مولات يعني نورت سكوير مول واحنا بنتكلم في فعاليات تانية موجودة برضو يا يارا في السياق اللي كنا بنتكلم فيه بس بقى نروح للنحية الرياضية في سباق حيكون اسمه ده حيكون من 3 ل 5 اغسطس سباق جاري وسباق سباحة ودراجات ركوب الدراجات واللي يحب يشارك وعنده الحماسة للمشاركة فكرة حلوة زي دي على بحر العالمين ممكن على طول يدخل على موقع تذكرتي ويبادر بالحجز طيب رامي يعني انت كنت معي معي انت كنت موجود هنا في القاهرة والزملاء بيرصدوننا الأجواء عايزة عرف منك اللي كنت بتشوفه لما روحت بقى بقيت موجود دلوقتي الجو ايه الاجواء ايه الناس حواليك التجهزات اللي موجودة كل حاجة اللي كانوا بيرصدوه زميلنا قدر المستطاع احنا لما نيجي على ارض الواقع بنشوف اضعاف دي حقيقة بجد موجودة وبنرصدها وبنشوفها هنا بعينينا الاجواء يعني بتتفاعل بشكل كبير جدا جدا والفئات العمرية الشباب خليني اركز على الفئة المكتسحة العالمين المكتسحة التواجد واماكن الصهر في كل مكان الحفلات وقت الحفلات كمان بيكون فيه اقبال غير طبيعي يعني مبقاش فيه مكان لقدم ما فيش حد بيلاقي ركنة العربية غير ما ينزل باركنج ولا بيبقى فيه زحمة بطريقة غير طبيعية ولكن طبعا التنظيم اللي بيكون موجود جوا فيه نورت سكوار وفيه العالمين بشكل عام بيأهل ده لكن الكسافة والاقبال في وقت واحد ده كان يعني حاجة في منتهى الجمال بيحسسك قد ايه فيه حياة وفيه يعني يعني تأقلم كده وبهجة وحالة جديدة بنعيشها هنا في مدينة العالمين والخدمات كمان يا رامي اللي موجودة للزائرين بحيث انه التجربة تكون ممتعة وكمان فيه سهولة في كل حاجة موجودة ايه اللي رصدته عندك؟ ايه اقدر اقولك من اللي رصدته مبارح مثلا يا يورا لما دخلت العالمين هنا بالليل العاملين في المكان مش هقولك بقى الناس اللي جايات تعود وتقضي لا العاملين نفسهم في المكان روحهم حلوة اي حاجة انت تطلبيها بتلاقي كذا حد يساعدك اي حاجة بتسألي عليها بتلاقي حد يوجهك فالحاجة في منتهى الجمال والتعامل في منتهى الجمال فيه كمان يا رفت اكارت حاجة مهمة جدا ودي انا سمعتها مبارح بقى وانا بتكلم مع الناس اللي حوالي اللي حوالي وقتها وقت ما وصلت حلقة سعاد يوني صاحبة السعادة اللي طلعت من العالمين دي الحديث عليها والكلام عليها بشكل كبير جدا الحلقة دي كانت موجودة بحضور جماهيري ضخمة جدا في مهرجان العالمين ومن ضمن الفعاليات الرئيسية اللي كانت موجودة واسعاد يونيس اللقطة الحلوة التلقائية العفوية اللي عملتها لما غنت تترات مسلسلات كلنا بنحبها طبعا ميزو وبكيزا وزغلول شاركة الغناء فيهم مع فرقة ايامنا الحلوة يعني في الختام يا يارا قبل ما سيبك عايز اتكلم اتكلم معاكي واقولك لازم لازم اللي عنده الفرصة ومتاحة لي انه يتواجد ويشارك ويحضر فعاليات رياضية ثقافية فنية حفلات غنائية وليالي السمر العالمين هي وجهتك وهي دي المكان اللي منتظرك بالتأكيد وانا شخصيا بوجيه لك الدعوة وفي انتظارك هيارا هنا بشكرك يا رامي على نقل الصورة والطاقة الإيجابية الحلوة وكل التفاصيل دي زميلي العزيز رامي الحلواني موفد اكسترا نيوز في مدينة العالمين الجديدة شكرا